ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وقف براحتي يا حبيبتي الشارع ده مش كان بتائك وانتي ما اشتريتهوش ايبا حدي السماء زود نموسة؟ انا سماء زود نموسة في نموسة هنا؟ انت اللي نموسة يا وحشة ما بتكلمكيش اصلا انا غلطة ان انا وقفت هنا اصلا جنة ادخل ان البلاكونة هي ماما مش بنبه عليكي ما تكلميش لولي؟ حصل ولا لا من ساعة لما تفشتوا انتو الاثنين من الحضان يوم التطعيم مبليكي يا جنة والله العظيملي اقول لى ماما 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 ما تستاني يا ستة رؤة افهمي القول كنت باشتمها مش بكلمها ماما ماما تعالي الحي يا ماما 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 جنة عملت مصيبة عاملت ايه يا رؤة قوليلي؟ هقولك بس ما تضربهاش يا بابا لا هضربها لو كانت عاملت حاجة غلطا هضربها جنة من يوم ما عاملت الموجف ده في الحضانة وانا بصراحة متضيف منها جدا اقولك يا بابا هيه كلمت لولي كلمت لولي بنتي يا جنة انت يا بنت ايوي بابا جاية انت كلمت لولي ليه احنا مش منبهين عليكي ما تكلميهش بابا انا وقفة في البلكوني بتقول لي وقفة هنا ليه روحت شتميها انا كده ما كلمتهيش ولا حتى تشتميها سمعتي ولا لأ بابا اههه ماما فين انا خايفة من حاجة كده ومكسوفة اقولك يا بابا لا اقولي خايفة من ايه انا مش عايزة روحة ضنت المرعبين انا خايفة منها بيقولوا حضنت المرعبين دي وحشة قوي ما هنعمل ايه ما انت خلاص اترفدت من حضنت الشطار اترفدت يعني ايه يا بابا يعني مستحيل تقدر تدخلها تاني طيب خلاص هتقولي مدرسين يدوني درس في البيت او بعطوني اخو الدرسة عند اي حد بس بلشت ودوني حضنت المرعبين اتخفيش انا سمعتم اماما بتقول ان هي هتروح تتحيل على المديرة واحتمال المديرة تردى ترجعك تاني يا رب تردى يا رب انا خايفة قوي يا روحة هو ان لو رحت حضنت المرعبين هتجي معي مستحيل طبعا حضنت المرعبين وحشة قوي بنتي طيب طالما وحشة تعلي معي مش انت اختي كبيرة وبتحبيني يعني هنسيب حضنت الشطار الحلوة وراح حضنت المرعبين لحضنت المرعبين دي مرعبة دي كل اللي فيها ناس غريبة جدا انوها تتضربي من اول يوم ويقعدوك في الارض ومفيش برهيك ومش هتاختي فوسحة ومش هتاكل كمين فيها وانت عرفتي من فين يعني انتي كنت رحتيها جنة يا دعا ربنا انتي ما تروحيش يا عمر تعالى وهرج جبت ايه عمر للمديرة جبت لها هداية علشان تردى ترجع دنة تانية حضنت الشطار جبت لها ايه طرطة ولا جتوه لا 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 اولا طرطة ولا جتوه انا قلت اجيب لها حاجة من الحاجات اللي بتحبها وهي المديرة بتحب ايه بتحب الجزم اوي شوف جبت لها ايه ايه رأيك جبت لها الجزمة دي اعتقد حلوة اوي لا يا عبير لا 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 ما تلقش بيها خالص دي جزمة وقت واحدة كده تروح تدلع بيها مش جزمة مديرة حضانة طيب بص التانية اللي انا جبتها ايه رأيك اعتقد دي كويسة شوية برضو مش حاجباني يا عبير كنت جبي لها جزمة غير انت الصنف ده خالص يا عبير دي مديرة حضانة عايزة حاجة تكون عملية وفي كويسة ايه يا عمر طب شوف التالتة ايه يا عبير انت جيب كم جزمة هم تلاتة استنى بس ايه رأيك في دي بقى يا عمر ملكش حق تقولي وحشة لا والله دي زي الفل تسلم ما جايبك يا عبير حلوة اوي اوي هي طب كنت جبي لها صنطة كمان معاها جبت لها جبت لها بس حلوة يا عبير جميلة روحي بقى اللي فيهم لفة هدايا ويلا نروح نتحايل عليها يا رب ترضى توافق تاخد جنة مرة تانية مش هتوافق قلب حسز ان هي مش هتوافق انا خايفة اوي خايفة اوي ايه لمست مشيها والمديرة ما ترضاش تدخلها البنت غلطة غلطة كبيرة اوي فيها ايه لو كانت الطعامة بدل اللي هي عملته ده ان شاء الله هتوافق روحي بس اللف الهدايا دي لفة محترمة كده في محل الهدايا اللي جنبنا علما كنا انا جهزت العربية ونطلع يلا على الحضانة حاضر يا عمر اسطر يا رب ماما ايوا يا ماما توديني حضانة المرعبين احنا دلوقتي رايحين حضانة الشطار هنحاول نتحايل على المديرة انها تدخلك تاني الحضانة وترجعك ادعي ربنا بقى ان هي توافق يا رب توافق يا رب تبلو موفقتش يا ماما يبقى ما قدمناش اي حل غل حضانة المرعبين بقى هنطلع من حضانة الشطار ندخلك حضانة المرعبين ايه النهار ده ايه قبل النهار ده مال امتى بص يا جنة خليكي مؤدبة وانا متأكدة ان انت هتصابع للمديرة وان شاء الله مومي وبابا يتحيلوا عليها واتدخلك تنل حضونا طيب تمام انا هكون مؤدبة ان شاء الله اروح بسرعة الف الهداية لفت هداية وارجعلك تكوني جاهزة يا جنة لا اروح بسرعة اجهز العربية يا رب المديرة توافق اتي بتعملي ايه يا مامي ايه لي معاكي ته ده هداية واخدها لمديرة الحضانة عشان توفق تلجعلك الحضانة يا ست لولي اوي يا مامي لازم تلجعني حضانة السطار انا مسألوه حضانة الملعبين يا مامي هتروحي مفيش في البلد غرب حضانة الشطار وحضانة الملعبين لو المديرة ما راضيتش تدخلك حضانة الشطار اعتبري نفسك دخلت حضانة الملعبين مفيش كلام طيب يا الهداية اتي فيها ايه يا مامي فيها حاجة حلوة اوي جايبها على زوء لحضرة المديرة اول ما نوصل هناك عند الحضانة هتديها لها وان شاء الله تتهبل على الهداية وتوفق تلجعك تاني الحضانة بس ما تغلطيش الغلطة دي تاني يا لولي حاطل يا مامي يلا يلا بيضي على الحضانة يلا يلا بي يا لبي يا لبي يا عنا هدخل حضانة السطول تاني وكمان جنة تترت منها عسن انما سايزة تكون سعبة الجنة دي ملة تانية صباح الخير يا لولي مس بكلامك وانا عملت فيك ايه يا لولي عسن انت اخت الجنة وانا مخصمك جنة ايب يا لولي ايب الاصحاب المفروض ما يخصموش بعض الخصام وحش ايه روأ بتكلميها لايه احنا مخصمانها انا اللي مخصموك يا جنة انا يا حبيبتي اللي مخصموكي مسات يمخصموني لا انا اللي مخصموك يا لولي وعلى فكرة ماما اشتريت هديا لمديرة الحضانة وان شاء الله هتردى تدخلني يا حبيبتي طيب ماني كميت مامتي استيلت هيتية لموديلة الهدانة واكيد اهلا من هدية مامتي وادخلني انا يا حبيبتي ما تبطلي كلام معيها بقى عرفتيها لان احنا جايبين هدية عادي يا ماما ما هي قالت يا كمان طيب بس بقى بس بس عشان ماما ما تزعقش ماما فين هدية؟ هنا حطتها في الشنطة دي ايه رأيكم وكمان هديها الشنطة دي هدية الشكلها حلو صح؟ ايو يا ماما حلو قوي ماما طلعها علشان نوريها للولي علش انت عارف ان هدية اهلا من هدية مامتها جنة ملكيش تعاوا بلولي ولا بمامتها تاني سمعت ولا لأ جنة انتي ولولي غلطتوا غلطة كبيرة ولازم يا حبيبتي تدفعوا تمنها ادعي بس ربنا المديرة ترضى تدخلكم انتي او هي اصلا هتروح حضانة المرعبين وهتتبهدلوا فيها ماما حاولي على قدمت اداري هحاول من غير ما تقولي يا رؤى انا يا حبيبتي عايزيها تدخل حضانة الشطار مرة تانية يا حبيبتي بنتك مش هتدخل حضانة الشطار تاني عسان هي عسن اللي خلتني اعمل كده وانت عقلك كان فين؟ احنا طول الوقت نقول نقوه اصدقاء كويسين هي عملت تصرف غلط انتي تمشي وراها ليه؟ المفروض كنت تنصحيها وتقولي لها كده غلط ادعي بس ربنا المديرة ترضى تدخلك انت وهي طيب يا حبيبتي تبتكلمين يا اللي انا مش هتكلمت لولي اعقالي بقى يا لولي احنا الاتنين دلوقت المفروض نبقى فريق واحد يلا علشان تصالحي جنة ولا اقولك استني انا هجيب جنة صالحك تعالي يا جنة صالحي لولي وقاملنا لله ليه يا مام هيقلت صالحني يلا يا حبيبتي يلا اللي صالح التاني هو الاحسن اصلا تعالي يا حبيبتي تعالي انت صالحها وقاملنا لله قالسين لولي انا اسفة متزعليش لا انتي واحسة مساعش سيكي لولي بقى ما تبقى شراخ مانا جيتلك لها دا عندك اهو بتقسفلك حقيق عليا واوعدك مش هعملك مشاكل تاني ومش هخليك تعملها جوحشة تانى اكيت ولا بيتتحكي يا اللي لا اكيد دا وعد اوعدك خلاص بقى يا لولي سامحينا يا حبيبتي صمحا الخاني يا عمير انت رايحة للمديرة ولا ايه 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 ايوة يا انجي انا جايبنها هدية ورائحة هتحايل عليها انها توافق تدخل جلنا حضانة الشتار مرة تانية ارعلنا بس ربنا يوفقنا والمديرة توافق اصلا انا خايف عليهم او من موضوع حضانت المرعبين دا وانا كمان يا حبيبتي رايحة معاك والله حاقك علي يا عمير لو كنت داينتك مبارح انا كنت من عنصابه هسا الخير انا خليت البنات يصالحوا بعض اهو واحنا حباب بوجران وملنش غير بعض يا انجي يلا بنا يا حبيبتي تعالي هنتحلل على المديرة مع بعض وبإذن الله توافق ترجع العيال دول بإذن الله انا خايفة يا عمير اتكلمي انت انت اصطر مني في الكلام حاضر يا حبيبتي انا هتكلم ان شاء الله خير يلا يا مام و بابا جاء اهو بيب 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 يلا يا عمير حاضر يا عمر قديني ركبته تعالي يا انجي يلا تعالوا يا بنا تركبوا يا حبيبي يلا بيب 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 يلا يا نوه ننزلي كلهم نزلوا من العربية لا نوه انت اهوض تحيلي على الموديلة ولو هي وفقة انا هنزل لكن انا مش هنزل كاتا يلا يا حبيبتي لما تلاقيك معي حبيبتي تتبسط واتدخلك يلا يلا يا عمر خبط انت انا مكسوفة قوي اخبط حاضر يا عبير يلي هنا حضانة الشطار يلي هنا اهلا 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 ازاي حضرتك يا مدامة بير ازايك يا استاذ عمر ادخلي يا روأة يلا يا حبيبتي الحصة الاولى بدأت حاضر حاضر يا ميس معلش يا ميس وكمان جنة ولولي لا للاسف مديرت الحضانة منبه علي ان جنة ولولي خلاص ترفضوا من الحضانة باما ادخل ولا ايه ايو يا روأة ادخلوا انت يا حبيبتي عادي يوم دراسي عادي خالص ادخلوا يعودي في مكانك وملكيش دعوة بموضوع جنة خالص اللي هتبعتي جنة حضانة المرايبين ادخلي انتي ملكيش دعوة انا هتحال عليهم ادخلي انتي حاضر يا ماما معلش يا ميس خليها عليكي معلش دخليهم مفيش حد ما بيغلطش يا حبيبتي والله العظيم الموضوع مش بيدي يا مدامة بير مديرة الحضانة منبه علي لولي وجنة استحالة يدخلي حضانة الشطار مرة تانية حضرتك مشوفتيش هم عاملوا ايهم التطعيم ايوا ايوا احنا عارفين ومعترفين بغلطنا وهما ايوا ما خدوش التطعيم وهربوا وعملوا مشكلة كبيرة لكن معلش انا اسف ادخليهم النهاردة احنا جايين انا وباباهم وكمان مدام انجي علشان نعتذر ليكم وكمان البنات هيعتذروا على فكرة احنا بنحب الحضانة جدا ايوا والله احنا بنحب الحضانة جدا جدا ومقدرين تعبكم معانا والله العظيم بنحبكم اوي دافع حضانات كتير بس احنا اللي مش عايزين نود العيال هناك الفاكلة ما انت القيبة هكداية للمدينة مرسي يا لولي سكوتي طيب يا جماعة انا والله العظيم الموضوع مش في ايدي انا مجرد شغالة هنا انا لو علايا كنت سمحتهم ودخلتهم ده انا بحب جنة ولولي جدا والله اما تكتب بتدلبيني اللي اتا لما بتحبيني علشان قتب تغلاطي سكوتي بقى بس يا مدام عبير الموضوع مش عندي خالص انا هدخل وهنادي المديرة طيب تمامي يا ميس هكتر الف خيري والله هيكلم المديرة وهقول لها والله طيب يا ريت والله يا ميس هيبقى كتر الف خيري تمام هندي المديرة وهارجع ايه يا عميان هنعمل ايه الموضوع شكله متعقد اوي شفتي الميس بتقول ان المديرة مديها تعليمات ما تدخلهمش شكلنا كده هنمشي على حضانات المرعبين يا لاوي مامي ابس ايدك ملاش حضانات المرعبين دي اول ما بتجيب سريتها بخاف انا كده كده مزلوها عدونة الملعبين دي بيضلبوا انك والعليه انك وحسين هدلبوني ده فيها يا خوخة بوسي عيال لخمة بيضلبونا يا مستودونا عدونة الملعبين دي يقلقوك وتتعبين اهم حاجة لما المديرة تطلع دلوقتي ما تتكلموش ولا كلمة اقولكم تعالوا افوا ورانا انا ومامتك يلا يقولي يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يا مدام عبير في ايه حضرتك جاية لحد الحضانة ليه انا جاية اعتذر لك يا سيادة المديرة وجايب لحضرتك هدية بسيطة اتمنى تقبليها ايه ده يا مدام عبير انا ما بخدش هدية من حد ابدا ابدا استحالي اقبل اي هدية من اي وليه امر حضرتك جايبال الهدية دي بمناسبة ايه غير اي مناسبة والله انا جايبها لحضرتك الهدية لان انا بقدرك جدا جدا ومعتبراك قدوة وكفاية تعبك مع اطفالنا كفاية ان الاطفال بترجع من عندك حفظة قرآن واطفال عارفين الاخلاق وعارفين وجباتهم كفاية كمان ان انت بتعلمهم الجانب العلمي حضرتك احنا بنحب حضانة الشبطار جدا جدا تمام يا مدام عبير احنا بنعمل اللي علينا حضرتك جاية دلوقتي ليه على فكرة جنة ولولي مستحيل ادخلهم حضانة الشبطار مرة تانية احنا بنعلم الاطفال الالتزام والفعل اللي عملوه جنة ولولي انا مستحيل اسمح بي استحالة معلش دول اطفال وغلطه ممكن نعلمهم ونقومهم معلش يا مدام عبير انا متأسفة الحضانة بتقبل عدد محدد والحضانة اكتملت خلاص في بنتين جم جداد مكانهم بنتين جم جداد واتلقوا من دول دلوقتي جايين وهتشوفيهم يا لولي انا متأسفة جدا جدا جيتك دي والله انا مقدراها لكن للاسف مقدرش عشان خاصري يا مديرة الله يخليك يا ود البت فين عشان خاصري بالله عليك يا مديرة علشان خاصري دول عيال يا حبابتي وغلطه وقوعدك مش هيكرروا الموضوع ده مرة تانية صدقيني انا مش هقدر يا مدام انجي حضراتك كده بتحرجيني وبتضغطي علي ايه عامر ما تتكلم اندي مش راضي اتدخلهم يا عامر انا معرفش يا عبير هتكلم اقول لها ايه بس انا مهرج منها جدا برضو يا عبير الحاجة اللي العيال عملوها وحش قوي اهو بص الحضانة جه وقادي البنتين الجداد اللي جايين مكان جنة ولولي علشان ان تقولوش ان انا بكذب عليكم اهلا يا سيلة اهلا يا لين اتفضلوا جوه على الحضانة سيلة واللين دول اخذوا مكاننا ايه واخذنا مكانكم في حضانة الشتار عرفنا ان انتوا هربتوا بالموضوع التطعيم وخفتوا من الحقنا وتلاتوا التاجروا زي البيبي ودلوقت احنا بقينا في حضانة الشتار مكانكم وانتوا هتروح حضانة المرهبين طب امش يا حبابتي شو هي امشي يا لاتي جاية غزينا شو هي عمر تعالى اكلمها ممكن يا عمر توافق لو انت اقنعتها ارجوك يا عمر حاضري اعبرها حاول معلش يا حضرة المديرة انا جاي لحد عندك وبعتزرلك جدا جدا وبقولك علشان خطري علشان خطري وعلشان خطري الاطفال انا مش عارف هوديهم فين الاطفال معاك من اول ما الحضانة بدأت وليهم اصدقاء هنا ومتعودين على الحضانة معلش انا عارف جدا انهم غلطوا غلط كبير كمان وما ينفعش ابدا ابدا نسامح فيه لكن صدقين ان شاء الله يتعلموا ساز عمر الكلام معايا انتهى انا متأسفة جدا جدا على فكرة انا وقتي مستحيل اضيعوا اكتر من كده انا مضطرة ادخل للحضانة عندي شغل كتير قوي يعني ايه نعمل ايه احنا دلوقتي يعني ايه يعني حضرتك مفيش امل يعني مفيش فايدة تبدأ خليهم اي فاصل تبدأ خليهم الحضانة يعودوا حتى فيها كده انا مش عارفة هوديهم فين مستحيل حضرتك بتطلبي مني حاجة مستحيلة جالنا وليه مستحيل مستحيل يدخل حضانة الشطار مرة تانية انا متأسفة جدا بعد اذنكو شفتو شفتو عملتو فيي ايه شفتو انتو اللي اتنين عرضتونا لايه شفتو بسببكم حصلين ايه انا عمري ما حد احرجني بالطريقة دي في حياتي كلها شفت ايه مبسوطة يا جنة يلا يا حبابتي يلا قدام انت وهي دلوقتي حالا على حضانة المرعبين يلا ماما يا رجوك يا رجوك يا ماما تطعب بيه هضانة الملعبين مين ماما الحيني تتوب بلايزة تخطفني توتيني اهدانة الملعبين تخطفك ايه يا اختي ما انت شايفة مودرة انا حضانة مرضيتش دخونتك وكده مش قدامنا غير حضانة الملعبين يلا بنا انت وهي يلا قدامي يلا يا استاذ عمر يلا هنأمل ليه جنة هلو هدانة الملعبين دي نأمل فيها ايه هناخد علق امود يبوسي هناك وقوغة مان عارف عارف فضانة انا تبهضي الاخر باهدالة فتعلي يا بنت نعمل اي حاجة بقولك يا جنة انا مسعمل معاك حاجة كف اللي مولا اللي فاتت بهضلتيني واتي كنت ساوا في دا كل هلتني مزماتك الامس ايو هيرتني انا كمان يا رتنيك ما كنت سمعتك الامس كذبا انا اعمل فضانة المرعبين دي يلا يا عبير يلا على العربية يلا يلا علشان اليوم ما يخلصش لازم نقدم لهم النهاردة في حضانة المرعبين ويدخلوها كمان حاضر يا عمر يلا يا بنات يلا على العربية يلا بطلوا كلام مع بعض انتو الاتنين حاضر يا ماما حاضر امر لله امر لله اصطلح يا لب يلا بصطلح يا لب يلا يا استاذ عمر يلا بيب 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 بابا على محلك يا بابا امشي بالراحة قوي يا سلام اول مرة تقولي لي امشي بالراحة ما عايزك تمشي بالراحة علشان اليوم يخص من روح حضانة المرعبين اللي اها مقفولة وترجع هي او متكونش في الحضانة لا يا حبيبتي انسي لازم تدخل يا حضانة المرعبين النهار ده يلا بريلا مقفولة بيب 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 يلا نزلوا يلا ايه ده يا هي ده الحضانة يا 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 مش هدخلها مش هدخلها احنا يعني كنا لقيين غالها يا جنة مفيش قدامنا يا حبيبتي غير دي خلاص حضانة الشبطاري نسيها خلاص لحضانة النظيفة الحلوة الجميلة اللي انت كنت فيها خلاص نسيها ايه يا عبير اخبط عليهم ولا ايه وبعدين لحضانة عاملة كده لي يا عبير بدي متكسرة ومتبهدلة جدا ما هي دي عامر حضانة المرعبين مفيش غيرها مفيش غيرها خلاص جنة هتدخلها يعني هتدخلها ده اخر كلام عندي لولي بدي呀 لولي البنت لولي رهيت فين يعبير بدي يا لولي رهيت فين يا بدي انتي يا بدي呀 لولي البت خطفت يا عبير الحياني تلاقيها استخبط لما شفت الحضانة تلاقيها اول ما شفت منزر الحضانة تستخبط وهي اللي بيتعمل كده في نفسها هي وجنة اللي عاملواerne في نفسهم ودلوقتي ازعلنين اه يا انجن ايمه فل العربية法 ومستخباة اذهب بيها بدي يا لولي تعالي يلا اخلاصه اخلاصي يلا هنخبط على الحضانة عشان ندخل نشوفها من جوا ماذا هطلع من العلبية دي منزل الحضانة متكسل تلاقي العيال الأسئية اللي جوا هم اللي تكسلوها وهيطلبوني ويبهدلوني ادوني دلس في البيت انا مسازل له حضانة تاني انا مسازل حضانة دي تاني على فكرة ممكن تكون كويسة هو انتي اصلا عرفت منين ان هي وحشة انتي مسيفة سكلها وبقدين احنا بنسمع عنها كده عادي جربيها ممكن اصلا تطلع حضانة جميلة ومرتبة وجميلة وممكن العيال اللي فيها هيكونوا طيبين وحلوين انتي لازم تجرب الحاجة قبل ما تحكمي عليها طاند عامل عندها حق يا نولي ياني انتي مسيفة منزلها يا مامتي انا مسازل له يا مامي مص يا حبامتي ان شاء الله حضانة المنعبين تكون حلوة وتتفوقي فيها زي ما كنت بتفوقي في حضانة الشطار سيبك من العيال يا انجي يلا يلا علشان نقابل المدير بتاع الحضانة يلا يلي هنا يلي هنا ايوة ايوة مين انا الدادة حضرتك عايزة مين احنا عايزين نيجي نقدم في حضانة المرعبين بنت اسمها جنة وبنت اسمها لولي اهلا يا سهلا لحظة واحدة هندي لكم المديرة هي مديرة ولا مدير مديرة يا حبابتي مديرة يا مديرة تعالي فيه ناس هنا جايين يقدموا لأولادهم اتفضل يا مديرة اهلا وسهلا مين اهلا حضرتك مديرة حضارة الشطار قصدي حضانة المرعبين ايوة اهوا حضرتك لابسك ده ليه ده ازاي بتاعي وان شاء الله هنسلم زي زير الاطفال لو التذب عندنا حلو والله ده جميل عليك يا مديرة طب ما تخلقيني يا حبابتي عزة شوف شكلك الحقيقي لأ ما بخلقوش غريب فيها وقات محددة مين اللي عايز يقدم عندنا في الحضانة اهلا اهلا بلاطفالك جود اد روحي للمديرة يا جنة انا يا جنة اهلا يا جنة تفضلي لولي تعالي يلا عشان تسلمي على المديرة يلا انا لولي اهلا يلا ولي تفضله ممكن حضرتك يعني انا ومدام انجي يعني والدة لولي ندخل نبص بص على الحضانة كده ونشوف شكلها ومستويها ممنوع ممنوع وليه الامور يخشوا الحضانة الاطفال بس تقدروا تروحوا انتوا دلوقتي والباص هيرجعهم لحد باب البيت وما تقلقوش عليهم جدا هم في امان في حضانة المرعبين ماما متسيبينيش يا ماما على فكرة المديرة طيبة جدا والدادة طيبة جدا وشكلها هتكون حضانة كويسة قوي لا طبعا انت بتعالسوا فيها من جوه وصف العيال اللي فيها بادي كده اتكلمي بس بس خلاص المديرة مش موافقة احنا هنسيبكم هنا وهنستنىكم في البيت اتمنى تقضوا يوم جميل ان شاء الله ولم ترجعوا تبقوا تحكولي انا خايفة ادخل يا ماما يلا يا جنة خليك شجاعة زي ما انا متعودة عليك يا حبيبتي يلا يا حبيبتي ربنا معاك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم قسطل يا لب يلا طالع اول يوم في حضانة المرعبين يكون عامل ازاي قسطل يا لب حبيبي الحلوين لو عايزين تعرفوا هيحصل ايه فاول يوم في حضانة المرعبين وجدنا وليل هيحصل لها ايه استنوا الفيديو بقرة الساعة 9 يا حبيبي علشان تتفرجوا عليه وتعرفوا هيحصل ايه يتعلموا يا حبيبي تكونوا مؤدبين ومحترمين ومتعملوش تصرفات وحشة ابدا ابدا يا حبيبي تعلموا الاخلاق الكويسة زي الصدق وزي الامانة وزي ان انتو تحترموا الاكبر منكم وتعطفوا على الاصغر منكم وتعاملوا كل الناس كويس يا حبيبي تعلموا كمان تكونوا مؤدبين محترمين وملتزمين وتناموا بدري وتصحوا بدري وكمان تتعلموا النظافة وتغسلوا قديكم بالمية والصبون وتغسلوا اسنانكم بالفرشة والمعجون وتنظموا قدتكم لما تصحوا من النوم وبعد ما تلعبوا تودوا الالعاب في اماكنها يا حبيبي لازم تتعلموا يا حبيبي وتحوشوا جزء صغنى من مصرفكم وتدولي الناس الفقرة والمحتاجين يا حبيبي لازم تتعلموا الصلاة وقراءة الكرآن الكريم يا حبيبي لازم كمان تتعلموا تذكروا درسكم اول باول وتهتموا بواجباتكم يا حبيبي وتكتبوا الواجب بتاعكم ويكون كويس ومنظم وبخط جميل كمان تعلموا تكلوا قطل الصحي مغزي مفيد وتبعدوا عن الحاجات الضارة يا حبيبي تعلموا كل الاخلاق الكويسة علشان تكونوا محبوبين من كل الناس وتكونوا ناجحين في حياتكم يا حبيبي ولولي باقي عجبكم الفيديو وتحبوا قناة مامت الدكتورة وتنسوش عملوا لايك وشير واشتراك حلوين علشان قناة مامت الدكتورة بتحبكم كتير كتير يلا باي مع السلامة